رحب بكم في حلقة جديدة من برنامجنا اليومي وبنعمة الرب سوف نتأمل عظى بعنوان روح ضد المسيح هذا الروح الذي ينتشر خاصة هذه الأيام في عالمنا هذا الروح موجود منذ ألاف السنين ولكن نراه يشتد ويقوى أكثر وأكثر في عالمنا الحاضر وسوف أقرأ لكم بعض الآيات من سفر أعمال الرسل ولكن حتى نفهم هذه الآيات علي أن أخبركم الخلفية تبعت هذه القصة وهذه الآيات كان رجل أعرج من بطن أمي يقول الكتاب وكان يحملونه ويضعونه عند باب الهيكل الذي يقال له الجميل وعبر من هناك بطرس فهذا المستعطي أو الشحات طلب منهم مساعدي فقال له بطرس ليس لي فضة وليس لي ذهب ولكن الذي لي أعطيه باسم يسوع المسيح أو باسم يسوع الناصري قم وامشي فقام هذا الكسيح أو هذا الأعرج من بطن أمه وابتدأ يسير ويسبح وهذه المعجزة عملت ضج كبير في هذه الفترة فنجد أن رؤساء الكهني مع جند الهيكل والصدقيون أتوا ورأوا أن بطرس ويحنى يخاطبان الشعب ومتجرين كانوا من تعليمها ما الشعب وندائهما بأن ندائهما بيسوع المسيح وبالقيامة من الأموات تجروا ما أدروا يستحملوا هذا أنه في ناس عم بتبشر وتخبر باسم يسوع المسيح الآية ثلاثة في صحر الرابع يقول فألقوا عليهما الأياد ووضعهما في حبس إلى الغد إذن رؤساء الكهني وجند الهيكل والصدقيون قابضوا على بطرس ويحنى ووضعوهم في الحبس وبعدين لما ملأوا علة عن جد أنه يستمروا في حبسهما فأقولوا الكتاب المقدس أنه هددوهم أنه ما يعودوا ما يعودوا يذكروا ولا يبشروا ولا يوعظوا بهذا الأسم أسم يسوع المسيح طيب فأقولي الآية 17 ولكن لألا تشيع أكثر في الشعب لنهددهما تهديدا أن لا يكلم أحد من الناس فيما بعد بهذا الأسم إذن المشكلة ليه وين؟ بالأسم أسم يسوع المسيح اليهود والصدقيون مش قادرين يسمعوا هذا الأسم بعد عشان ليك قال تعالوا نهددهم حتى ما يعودوا يحكوا بهذا الأسم ففعلا رجع بطرس ويحنى للتلاميذ وصلوا مع بعضهم الصلاة خبروهم شو صار معهم وصلوا مع بعض هاي الصلاة اسمعي الكلمات القائل بفم داود فتاك لماذا ارتجت الأمم وتفكر الشعوب بالباطل الأمم ارتجت وتفكر الشعوب بالباطل قامت ملوك الأرض واجتمع الرؤساء معا على الرب وعلى مين؟ على مسيحه لأنه بالحقيقة اجتمع على فتاك القدوس يسوع الذي مسحته هيرودوس وبيلاطس البنتي مع أمم وشعوب إسرائيل ليفعل كل ما سبقت فعينت يدك ومشورتك أن يكون إذن هدول صلوا الصلاة قالوا يا رب عم بتحقق النبوة النبوة زي ما ذكر في المزمور الثاني لماذا ارتجت الأمم وتفكر الشعوب بالباطل هذه موجودة في مزمور تنين الآية الأولى فقالوا لي يا رب هذا عم بيسير أن الأمم وملوك الأرض واليهود كلياتهم الناس في شيء جمعهم في شيء جمعهم مع بعض أنه إيه؟ أسم يسوع المسيح أن يضطهدوا وأن يقاوموا هذا الأسم أسم يسوع المسيح وواضح من هاي الآيات نفهم أنه من هديك الفترة ليومنا هذا فيه روح ضد أسم يسوع وضد يسوع نفسه وهذا الروح فيه صفات واحدة من الصفات التي تميزها هذا الروح أنه هذا الروح لا يريدك أن تذكر اسم يسوع أن تبشر باسم يسوع أن تعض باسم يسوع أن تخبر الناس عن يسوع فكركم هذا الروح ليس موجود بعلمنا الأيامات فكركم هذا الروح ما عدنا نواجه هاي الأيامات تعالوا نشوف في رسالة يوحن الأولى رصاح الثاني والآية 18 يقول أيها الأولاد هي الساعة الأخيرة وكما سمعتم أن ضد المسيح يأتي ضد المسيح قد صار الآن أضاد ليس أحد أضاد للمسيح كثيرون من هنا نعلم أنها الساعة الأخيرة شو بعرفنا أنه إحنا ضد المسيح وروح ضد المسيح موجود لأنه صار كتيرين منه وإذا هذا صرنا نلاحظ بواناتنا هذا ما هو إلا علامي أنه الساعة الأخيرة قربت نهاية الدنيا تعالوا اليوم نفكر بعلمنا ونشوف كيف نحنا منقدر نميز روح ضد المسيح ركزوا قلت لكم النقطة الأولى أنه هذا الروح ما بده نذكر هذا الأسم تعالوا شوفوا شو صار بعلمنا من زمان كانت مثلا في أمريكا بكل مدرسة فيه هناك صليب وبكل مدرسة فيه هناك كتاب مقدس وكانوا يصلوا طلعوا قوانين أنه هاي الأشياء لازم تمنع تعالوا نشوف بعلمنا مثلا كيف روح ضد المسيح عم بيهدم الكنايس عم بيحرق الكنايس عم بيضهد المسيحيين الإجهاد القتل انت شعر الجنس خارج كل شيء يتعدى على الوصية عم بينتشر أكتر وأكتر 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 فمنشوف السياسيين عم بيرفضوا المسيح رجال الدين نفسهم عم بيرفضوا المسيح حتى للأسف يا أخوتي اليوم منشوف بالكنايس كتير الناس قالوا خلاص يتبشروا خلاص تحكوا عن المسيح وجعتونا رأسنا طب لكال إذا إحنا بدناش نحكي عن المسيح مين بدي يحكي عنه روح ضد المسيح بده إياك صامت روح ضد المسيح ليقاوم المسيح وتعليمه روح ضد المسيح روح نجس ممنوع إحنا نستهون فيه تعالوا نشوف مثلا استفانوس باللحظة اللي كان اللي كان لما مسكوا اليهود ليه؟ لأنه كمان عم بذكر اسم المسيح بقول لهم استفانوس بقول اليهود يا قصات الرقاب الرقبة القاسي تشير إلى القلب القاسي كمان وغير المختونين بالقلوب والأذان أنتم دائما تقاومون الروح القدس أنتم دائما تقاومون الروح القدس وقد قتلوا الذين سبقوا فأنبأوا بمجيء البار الذي أنتم الآن صرط مسلمي وقاتليه الأنبياء أنبأوا أنكم رح تصلوا بالمسيح واليوم أنتم عم بتسووا هذا هذا الكلام اللي قاله استفانوس بقول لما في أنا عم بقرأ من سفر أعمال الرسل إصحة سبعة والآية أربعة وخمسين فلما سمعوا هذا حانقوا بقلوبهم وصروا بأسنانهم عليه وأما هو فشخص إلى السماء ممتلئ من الروح القدس فرأى مجد الله ويسوع قائما عن يمين الله فقال ها أنا أنظر السموات مفتوحة وابن الإنسان قائما عن يمين الله فصاحوا بصوت عظيم اسمعوا وسدوا أذانهم وهجموا عليه بنفس واحدة وخرجوا خارج المدينة ورجموه ليه؟ لهم مش قدرين يسمعوا سدوا أذانهم مش قدرين الرجم وإنسان بريء التهمته الوحيدة كانت أنه يذكر اسم يسوع المسيح الناس بدياك تصمت الناس بدياك تسكت الناس بدياك إبقى أمن في البدكاته بس تفتحش تمك يا أخوتي هذا روح ضد المسيح يسوع المسيح قال الذي له الإبن له الأب رسالة يحنى الأولى الذي ليس له الإبن ليس له الأب وكل من ينكر الإبن ليس له الأب أيضاً ومن يعترف بالإبن فله الأب ما منقدرش نوصل عند الإبن من غير هذا الإبن عشان إيكاً روح ضد المسيح طلعنا قضات كثيرين أرواح كاذبي أنبياء كاذبي آمن بكل إشي آمن بالحجر آمن بالعلم آمن بالكواكب آمن بإيش بدك بس تتقربش على يسوع لأنه الناس ما بتقدر تسمع هذا الأسم تذكروا يا أخوتي أنه الكتاب يقول لم يعطى أسم آخر بين الناس به ينبغى أن نخلص سوى أسم يسوع المسيح ما فيه غيره ما فيه حدا بعطيك الخلاص ما فيه حدا بعطيك الحياة الأبدي ما فيه حدا بينقلك من جهنم للسمى غير هذا الأسم عشان هيك انتبه ليسيطر عليك روح ضد المسيح خلي قلبك مفتوح قل لي رب حرر عالمنا من هذا حرر مجتمعنا من هذا حرر مدارسنا من هذا حرر ثقافتنا من هذا حرر كل حولنا من هذا لأن روح المسيح بناتنا نعمة يسوع معكم سلام ونعم